وكأنها نهاية العالم ستبدأ من أمريكا عاصفة القرن لن تنتهي وحتى لا ننسى أمريكا هي سبب معاناة إخواننا في اليمن والسودان وفلسطين والعراق وسوريا وغيرها وتلك الأيام نداولها بين الناس اللهم أرنا عجائب قدرتك في كل ظالم أهلا بكم متابعين الكرام فضلا وليس أمرا لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلكم منا كل جديد بإذن الله كانت هناك أجواء احتفالية في البيت الأبيض قبل العاصفة بأيام بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جون بايض على قانون يمنح الحماية الفدرالية بالزواج من نفس الجنس في جميع أنحاء الولايات المتحدة وشرع زواج المثليين وقال جون بايضن قبل شهور قليلة أن أمريكا لا شيء يفوق قدرتها على تحقيق أي شيء الأمر لم يدم وقتا طويلا حتى جاءهم الجواب من الله عز وجل كي يذكرهم بأن هذه القوة التي يتبجح بها الأمريكيون قد يقضي عليها جند واحد من أضعف جنود الله عز وجل فأمريكا اليوم تعاني من أسوأ أيام حياتها إعصار بسيط أرسله الله عز وجل ضمر لهم كل شيء وبيضن اليوم يعلن ولاية كينتاكي منطقة منكوبة إعلان الرئيس الأمريكي جون بايضن ولاية كينتاكي منطقة منكوبة بعد الإعصار الذي ضربها وأمر بتقديم المساعدات الفدرالية للولاية منكوبة وبحسب بيال للبيت الأبيض يتيح إجراء الرئيس التمويل الفدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات كالدويل وفلتوائرها وقام دين مدير الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ وزارة الأمن الداخلية بتعيين جون كمسؤول التنصيق الفدرالية لعمليات المساعدات الفدرالية في المناطق المتضررة وفي وقتٍ سابق أعلن مسؤول في شركةٍ أمريكية عن مقتل ثمانية أشخاص وفقدان ثمانية آخرين في مدينة مايفيلد بولايك كينتاكي جراء موجة الأعصير القوية التي ضربت مؤخراً الولايات المتحدة ويوم السبت قال حاكم ولايك كينتاكي الأمريكية أندي بيشير إن حصيلة الأعصير التي ضربت غرب الولاية قد تصل إلى ما بين سبعون إلى مئة قتيل ووصف الرئيس الأمريكي جون بايدن الأعصير التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد وألحقت العواصف القوية الضمار في عدة ولايات وتركت الآلاف بدون قهرباء خاصةً في ولايك كينتاكي وقضى ثلاثة وثمانون شخصاً على الأقل في خمس ولايات في وسط الولايات المتحدة وجنوبها بسبب أعصير وعواصف وقال حاكم كينتاكي بيشير كنا شبه متأكدين من أننا سنخسر أكثر من خمسين من سكان الولاية وأنا متأكد أن هذا العدد يتجاوز سبعين وقد يتجاوز مئة بحلول نهاية اليوم وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مباني ضمرتها العاصفة بينما تناثرت قطبان حديدية ملتوية وأشجار مقطوعة وحجارة في شوارع تاركة ورائها واجهات منازل متضمره ولحكت أضرار بالعديد من مقاطعات كينتاكي جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق والرياح المرافقة التي تجاوزت سرعتها ثلاثمائة كيلو متر وقضى أربعة أشخاص في ولاية تنسي وشخصان وشخص واحد على الأقل حسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أجواء شتوية عصيبة لم تواجهها من قبل والتي أدت إلى وفاة العشرات بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة فضلا عن وجود ظواهر غريبة من نوعها تصيب البلاد ناجم عن التغيرات المناخية وتداولت وسائل الإعلام العالمية مقاطع فيديو للمواطنين وهم يتزوجون ويسيرون على بحيرة لانكلين المتجمدة في العاصمة الأمريكية واشنطن وذلك بعدما تجمدت تماما بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وسقوط الثلوج بصورة غير مسبوقة توقفت الحياة بشكل كامل بسبب تكدث الثلج وأعاكت حركة الطرق وتسببت الثلوج في وفاة أكثر من ألف وخمسون شخص وتجمد أكثر من أربعة آلاف حيوان كما أذاعت البي بي سي حالة من الخوف والرعب لدى المواطنين من عودة الإعصار كما أذاعت الأرصاد الجوية تكدس بالمطارات من المواطنين بسبب المخاوف من عودة الإعصار فصل القهرباء من ستمائة منزل ومن الطرق الرئيسية خوفا من تسريب كهربائي أعاكت السير أمام السيارات لوجود شبورة مائية توقف جميع المتاجر ونهب بعضها من بعض المواطنين البعض الذي يعاني الآن من سوء الأحوال الجوية والبعض الآخر يستقبل الفيضان أثار ذوبان الجليد سبحان القوي المتين منذ أيام قبل العاصفة بيض تحضى الله عز وجل وقال أن أمريكا لا يعجزها شيء وقام بتوقيع المواقفة رسميا على زواج المسليين ولكن الله عز وجل أظهره من الإعجاز وعجزهم سبحان الله وقال مسؤول ولاية نيويورك إن أفراد الطوارئ كانوا ينتقلون من سيارة إلى أخرى بحثا عن ناجين من العاصفة وعثروا على جسس في سيارات وقال مرق بولو نيكارزا المدير التنفيذي لمقاطعة إيري التي تضم بافلو إن آخرين توفوا نتيجة سكتة قلبية أثناء تجريف الثلوج مع إصدار ولاية بافلو تحذيرا للناس بأن الإجهاد المفرط بأن الإجهاد المفرط في عمليات تجريف الثلوج يمكن أن يسبب نوبات قلبية أو إصابات في الظهرة واضطرت أسرة في المنطقة مع أطفال صغار تتراوح أعمارهم بين عامين وستة أعوام إلى الانتظار مدة 11 ساعة قبل إنقاذها في الساعات الأولى من يوم عيد الميلاد وقال الأب زيلا سينتياجو لشبكة سي بي اس نيوز كنت في حالة يأس شديدة مضيفا أنه استطاع الحفاظ على الدفء من خلال بقاء المحرك في وضع التشغيل وتجنب التوتر من خلال اللعب مع الأطفال وقال شخص يدعى ديت جاك لقناة السي بي اس الإخبارية إنه كان في طريقه بصحبة بناته لزيارة أقاربه فيها ميلتون عندما علقت سياراتهم في بافلو وبعد أنقض ساعات ومحرك السيارة قيد التشغيل لم يجد سوى خيار المخاطرة بمحاولة الوصول إلى ملجئ قريب وسط العاصفة وحمل ابنته ديستيني البالغة من العمر 6 سنوات على ظهره بينما كانت ابنته سيند البالغة من العمر 16 عاما تمسك جروه الصغير وتتتبع آثار أقدامه على الثلج ويقول إيلونغا إن كنت بقيت في هذه السيارة لمت هناك مع ابنتي وقال صاحب مدقر صغير تديره عائلة في استبافلو طلب عدم ذكر اسمه طلب عدم ذكر اسمه إن لصوصا اقتحموا متجره في يوم عيد الميلاد وأضاف أخذوا اللعب والألكترونيات ومكبرات الصوت وقدر حجم السرق بما يصل إلى خمسين ألف دولار من المعدات وقال أنه اتصل بالشرطة لكنهم قالوا له إنهم مشغولون للغاية في إنقاذ كبار السن وقال بولو نيكارز يمكننا أن نشعر ببعض التفاؤل لكن هذه ليست النهاية وأضاف أنها عاصفة ثلجية تحدث مرة في الجيل محذرا من أن المقاطعة لم تبدأ بعد في تقييم إجمال الخسائر وتسببت عاصفة الشتاء أو إعصار القنبلة في تعطيل حركة الصفر في جميع أنحاء البلاد وتحدث هذه الظاهرة عندما ينخفض الضغط القوي ما يتسبب في سقوط ثلوج كثيفة وهبوب رياح شديدة وفي النهاية أحب أن أوجه رسالة إلى الرئيس جون بايدن من أنت لكي تتحضى الله عز وجل وتسمح بالموافقة للمثليين بالزواج هكذا تتحضى الله ومن أنت لكي تتحدى ملك الملوك الذي قادر أن يمحي أمريكا بلمح البصر بل يمحي العالم أجمع فسبحان الله وفي النهاية إذا أعجبك الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل ما هو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر